أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب بضيفي ونجمة هذه الفقرة نجمة كبيرة والمدير الفني القدير كابتر رمضان السيد زي كابتر رمضان ربنا يخليك أسلام مشاركة من نور ربنا يبارك سعادة جداً موجود حضرك معنا سعيدنا أننا موجود معك أسلام ربنا يخلي خليني أبدأ باللي احنا شفناه النهاردة في مباراة الإسماعيلي وأنا عارف أن حضرتك رجل أهلاوي من الأهلاوية التقال جداً يعني النهاردة اللي شفناه في مباراة الإسماعيلي من الناشئين وروح الفنيلة الحمرة الكلام اللي احنا بنقعد نتكلم فيه الأهلاوية كلهم نتكلموا فيه والبعض بيدخلنا في قصة التاريخ أنتم ايه عام مروح الفنيلة الحمرة والكلام ده شفناه النهاردة حضرك لخبرة كبيرة جداً في اكتشاف نجوم كثيرة جداً في النادي الأهلي طوال التاريخ السابق يعني شفنا ده النهاردة في الكرة وشفنا ده في السلة من شوية يعني هي جينات زي ما الناس بتقول فعلاً هي جينات ولا ده ايه والله يمكن هقولك حاجة اسلام هي بتبان قوي كمان لما بيكون لعيب طالع من قطاع الناشئين وبيتصعد للفرقة الكبيرة لا فعلاً هي كده هقولك حاجة اسلام في قطاع الناشئين الناشئ وهو عنده عشر سنين عشر سنين لما بيخسر بيبكي لما يخسر او يتعادل بيبكي تخيل لا حقيقة الكلام ده حقيقة بس انا بقول حقيقة لا لا حقيقة 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 يمكن حتى ده في الدورات الودية اللي بتعامل مثلا براعم مش عارب ايه بيحصل كده الولد لما بيطلع مش محاق فوز بيبكي لما يطلع مثلا مهزوم بيبكي فدي موجودة وهي دي اللي احنا بنقول عليها روح الفنة الحمر فعلا يعني انت النهاردة كم مباراة بتكسبها في الديئة الخمسة من وقت تبادر الضيع بالديئة الستة من وقت تبادر الضيع بالديئة تتا وتسعين اتنين وتسعين ده مباريات يعني مالاش عدد نظبوت مالاش عدد يمكن النهاردة احنا كمان شوفنا الحقيقة حيط تروح الفنة الحمر في البسكت يعني يمكن انت علقت الحقيقة هو التصرف تصرف غريب جدا ما يصحش يعني حاجة ما يصحش ان هي تحسن بالنسبة لنا احنا ده كويس اللي هو عمل كده كويس اللي هو عمل كده عشان نكسب احنا ما كناش هنكسب احنا كان خلاص المطر كان نفوط خلص نعم اه طبعا فلا يعني دي موجودة الحقيقة وموجودة اللعيبي اللي بيجي حتى في النادي الاهلي اذا كان بيجي مثلا عنده 24 سنة 25 سنة 23 سنة لا بيخش جوه دي هو بيخش جوه منظومة بيتعامل فيها في كل حاجة هو الاول اللعيبة بيتعلم يعني ايه بيتعلم يعني ايه ان هو ينزل مباراة ما يخسرش ما يتعديلش كل الحاجات دي موجودة الحقيقة اه يعني اذا الكلام ده حقيقي حقيقي يعني حضراتك كنتو بت وحرك ماسك في قطاع الناشئين وماسك قطاع الناشئين الكلام ده كله كنتو دايما بتقولو للعبي طبعا طبعا الولد الولد وهو عنده عشر سنين وعنده عشر سنة لسه في البراعم ولسه في في الاكاديميات ولسه في مدرسة الكورة والحاجات دي كلها لا بيتقالو كده وهو الولد خلاص بتعود على كده اه